السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار ولمعرفات تحية طيبة لكم يوم الأحد العاشر من شهر يولي 2022 أهم أخبار ألمانيا جمعت لكم أصدقائي كالعادة أخبارا مهمة ومتنوعة نبدأ بالخبر الأول الذي تتكلم عنه الصحافة الألمانية والذي أعطى ارتياحا بعض الشيء داخل الأوساط الألمانية هو قبول كندا إرسال قطعة الغيار أصدقائي التي كانت كندا تقوم بإصلاحها الآن قالت كندا أنها سوف ترسلها وتعيدها إلى ألمانيا ما قصة هذه القطعة أصدقائي؟ هذه القطعة هي خاصة بأنبوب الغاز نوردستريم أينس الذي يربط بين ألمانيا ويربط بين روسيا وهذه القطعة هي تابعة لشركة زيمينس الألمانية وشركة زيمينس الألمانية كانت قد أرسلتها إلى كندا من أجل الإصلاح بعد ذلك رفضت كندا بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا رفضت كندا إرسالها أو إعادتها إلى ألمانيا كي تعطيها إلى روسيا بذلك كان سبق أن قامت روسيا بتخفيض كميات الغاز التي ترسلها إلى ألمانيا بشكل كبير بعد مفاوضات بين الحكومة الألمانية وبين الحكومة الكندية وفقت الآن كندا على أن تعيد هذه القطعة وترجعها إلى ألمانيا وألمانيا بنفس الوقت سوف تقوم بإرسالها وإعادتها أو إعطائها إلى روسيا كي تقوم روسيا بإرسال الغاز المتفق عليه أيضا أصدقائي حسب جريدة فخانكفورتة القيمينة قالت بأن شولتس يشكر كندا لأنها وافقت على إرسال تلك القطعة يعني هناك ارتياح كبير داخل الحكومة الألمانية وارتياح كبير من عند مستشار ألمانيا السيد شولتس الذي عبر عن شكره وارتياحه إلى كندا التي وافقت أن تعطي لألمانيا هذه القطعة وقال أيضا مستشار ألمانيا بأن هذا الأمر هو أمر جيد جدا وقال الآن روسيا لن يصبح عندها شيء تتمسك به من أجل أن تقوم بقطع الغاز على ألمانيا لأن حسب أيضا الصحافة الألمانية قالوا بأن ألمانيا والحكومة الألمانية تعتبر بأن روسيا تحاول استغلال ورقة الغاز من أجل الضغط على ألمانيا الآن أصدقائي القطعة سوف يتم إعادتها إلى ألمانيا ألمانيا سوف ترسلها إلى روسيا روسيا سوف تغلق الغاز بداية من يوم الغد 11 من شهر 7 إلى غاية يوم 21 من شهر 7 بعد ذلك سيبقى السؤال هل روسيا سوف تقوم بإعادة فتح الأنبوب مجددا ألمانيا تتمنى أن تقوم روسيا بإعادة فتح الأنبوب مجددا كي لا تكون هناك أزمة في فصل الخريف وفصل الشتاء المهم القطعة التي كانت تطالب بها دائما روسيا سوف تتوصل بها الآن من عند ألمانيا وكما قلت لكم بداية من يوم الغد سوف تبدأ الصيانة لمدة عشرة أيام نمروا أصدقائي إلى موضوع آخر تتكلم عن منصحفة الألمانية من تاكس شو من تشاهدونه في الصورة هو الديبلوماسي الأوكراني أو سفير أوكرانيا في ألمانيا الذي الآن سوف يغادر ألمانيا بعدما طلبت الحكومة الأوكرانية يعني أعفته من مهامه كسفير لأوكرانيا في ألمانيا السفير الأوكراني الكل يعرفه كان دائما يقوم بانتقادات شديدة للحكومة الألمانية انتقد بشدة رئيس ألمانيا انتقد بشدة مستشار ألمانيا الآن أوكرانيا تقوم بسحبه وقالت بأنه الآن سوف يعطوه وظيفة أو عملا بوزارة الخارجية بأوكرانيا هناك من يقول بأن أوكرانيا تحاول الآن أن تسحبه من ألمانيا بسبب الانتقادات إلى آخره لأنه لم يكن يتعامل بديبلوماسية حيث كانت دائما يتكلم بصلابة ويتكلم مرات بانتقاد ويوجه كلمات صعبة جدا وكلمات مجرحة يعني كانت جارحة مرات أيضا اتجاه مستشار ألمانيا السيد شولز المهم أصدقائي الآن سوف يرجع إلى أوكرانيا وألمانيا بالأيام المقبلة سوف تستقبل سفيرا جديدا هناك من يقول إنها خطوة جيدة لأنه لا يمكن بقاؤه في ألمانيا بسبب انتقاداته الشديدة للحكومة الألمانية نمر أصدقائي إلى موضوع آخر من جريدة شبيغل السيد وزير الصحة لو طبخ أعرب عن قلقه الشديد بسبب المضاعفات أو تداعيات كورونا التي تبقى مع الأشخاص الذين أصيبوا بهذا الوباء مدة طويلة وتسمى هذه التداعيات لونغ كوفيد وقال وزير الصحة بأن هذا الأمر يقلقه كثيرا وقال بأن حاليا الوضع الصحي في ألمانيا غير مستعد لمثل هذه الحالات غير مستعد لهذا المرض لأنه لا يوجد هناك دكاترة مختصين كطور في هذا المجال لا توجد أدوية كثيرة وطلب من وزارة الصحة وطلب من المختصين البحث كثيرا في مرض لونغ كوفيد ما هو لونغ كوفيد؟ مرض لونغ كوفيد وهو الأعراض الجانبية لكورونا التي تبقى مع الشخص مدة طويلة يعني الشخص مثلا يصاب بكورونا وعندما يصاب بكورونا حتى عندما يشفى من كورونا تبقى عنده بعض الأعراض مثل صدع دائم للرأس يذهب له الشم التدوق يحس دائما بالتعب كثير من الناس كانوا رياضيين وعندما أصيبوا بكورونا أصبحوا لا يستطيعون ممارسة الرياضة أصبحت مشاكل بالنوم أصبح قلق وهذا الأمر لاحظوه من عند مجموعة كبيرة من الناس الذين مرضوا ولم يعودوا يستطيعون العودة إلى العمل أو فقدوا صحتهم أصدقائي لذلك وزير الصحة قلق من أعراض مرض لونغ كوفيد نمر أصدقائي إلى آخر موضوع تتكلم عنه الصحفة الألمانية أحضره لكم من جريدة بيلد وهو زواج وزير المالية ورئيس حزب FDP الليبرالي هذا الموضوع تتكلم عنه جميع الصحفة الألمانية تزوج سيد ليندنا من خطيبته الصحفية أصدقائي وزواجه كان بمدينة زولت شمال ألمانيا وتزوجوا بهذه الكنيسة والكل تكلم عن هذا العرس الذي حضره جميع المشاهير في ألمانيا والمختصين وأيضا أفراد الحكومة الألمانية حيث حضر إلى العرس من بين المعازيم السيد لاشت الذي كان رئيسا سابقا لحزب CDU وأيضا كان هو حاكم مقاطعة شمال الرين فيستفالن حضر أيضا العرس مستشار ألمانيا السيد شولتز مع زوجته حضر أيضا السيد كوبيكي نائب رئيس الحزب الليبرالي وحضر أيضا العرس السيد ميرتس رئيس حزب CDU الذي حكم ألمانيا 16 سنة ويوجد بالمعارضة وأيضا السيد ميرتس الكل يتكلم عنه في ألمانيا لأنه لم يأتي بالسيارة لم يأتي بالقطار لم يأتي بالحافلة إنما أتى بطيارته أصدقائي الخاصة أحضر لكم هذا الخبر من جريدة برلين كوغي ونال انتقادات كبيرة جدا بهذه الطريقة التي سافر بها إلى مدينة زولت بطائرته الخاصة وقالوا نحن الآن في أزمة نحن الآن نعاني من الفقر نعاني من قلة الحاجة نعاني من التضخم إلى آخره والحكام والسيد ميرتس رئيس حزب CDU المعارض يأتي بطائرته الخاصة في وقت ألمانيا تعاني منه كثيرا وفي وقت يطلبون منا بأن لا نلوت البيئة بأن لا نسوق الصيارة التي تلوت البيئة وهم يسوقون طائراتهم الخاصة التي تلوت البيئة أكثر من أي شيء فلذلك نال انتقادات شديدة أصدقائي كانت هذه أهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء